بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي مراجعة الخمسة grammar لثالثة سنوي ودروس grammar زي ما قلتلكم هي كلها في المرحلة السنوية والدرس بتاع النهاردة هو degrees of comparison دراجات المقارنة طبعا بالصفات دراجات المقارنة ونبتدي الدرس الكلمة او الصفة اللي حدي بيها الاكزامبل الاول هي good انا عندي في دراجات المقارنة ممكن اقول صفة زي good ما بقارنش لو عايز اقارن بين اتنين هقول better ولو هقارن بين اكتر من اتنين يعني تلاتة وانت زايد هقول best يبقى good better best عادة better بيجي وراها than better than لمقارنة بين اتنين واكتر من اتنين اجيب قبل الكلمة قبل الصفة the يعني the best ده ادي اول فكرة للدرس والاكزامبل اولاني هيشتغل مع الصفة good good adjective صفة تصف الاسماء nouns لكن لو حوصف فعل حولها لwell يبقى good for nouns اسماء well for verbs بنفس المعنى طبعا الفكرة دي في حد ذاتها جت كتير في سنوية عامة خدوا بالكم يعني جدوس في الجرامر لن تتغير مش هيقلفوا جرامر جديد اجزامبل اولاني ولم اقول positive الكلمة اللي على الشمال الفوق دي معناها مفيش مقارنة adam is a good football player يبقى good بتصف player وplayer دي اسم لكن انا عايز اصف بقى في الاكزامبل التاني plays ودي فعل يبقى adam plays football well حول good لwell يبقى adam plays football well يبقى هنا لا توجد اي مقارنة هنا بقى comparative degree هنقارن بين اثنين عندنا عادل وادم عادل plays football better than adam بقرب من اثنين حط than بعد الصفة يبقى good حولت لbetter عادل plays football better than adam يعني عادل is a better football player يعني الجملة ممكن اقولها زي الاولى plays football better than adam او ممكن اقولها بطريقة تانية عادل is a better football player هو a player احط الصفة يبقى a better football player في الحالة ما بكملش بقى superlative degree اللي هي المقارنة بين تلاتة وانت ازياد عندنا لعب اسمه مو مو is the best player مدام بستخدم superlative يبقى اجيب قبل الصفة كلمة the is the best player لكن ممكن اكتبها بطريقة تانية انا عندي مو دل هو هي حطيت ريبقى به وادم و عادل في ناحية تانية اكنهم فريقين فريق في مو وفريق في ادم و عادل يبقى هما حكتين هنا حكتين فريقين يبقى he plays better than adam and عادل يبقى he plays better than adam and عادل يبقى he plays better than adam and عادل نجيب صفة تانية اللي طبعا اول صفة مفيش مقارنة positive اللي في النص بقارن بين اتنين اللي باللون الاصفر اكتر من اتنين تلاتة وانت زايد هستخدم happy والصفة اللي بتنتهي ب y لما حاول اغيرها هشيل ال y احط i وبعدما ازود ال er يبقى happy happier happiest wealthy غني wealthier wealthiest marry سعيد مبتهج marrier mariest يبقى ال y بنغيرها ال i fast faster fastest faster than the fastest طبعا العربيات توطعها من الصورة من الاسرع لو جبنا بقى كلمة كبيرة شوية وبنسميها في الجرامر كلمة نطقها بيتكون من 3 اجزاء 3 مقاطع للنط expensive شوف expensive دي كلمات طويلة ما مقدرش ازود بقى جزء رابع لها فبقول هنا expensive تبقى more expensive the most expensive يبقى expensive more expensive the most expensive نخش على الاكزامبلز كلمة من one syllable يعني من مقطع لفظي واحد زي كلمة طول شايف هي طول هي قطع واحدة في النطق يبقى عمر is tall ما فيش مقارنة عمر is taller than سعيد عمر is the tallest boy in class يبقى tall taller tallest في الجمل نحط taller than أو the tallest two syllable adjectives يعني مقطع لفظي مجوز من جزئين في النطق مقسومة اثنين happy شايف نطق ايا is happy لا مقارنة ايا is happier than نها ايا is the happiest girl in the group example واضح كلمة تالتة تلات مقاطع في اللابس ثلاثة adjective expensive غالي expensive يبقى this car is expensive مرسيدس is more expensive than that Ferrari is the most expensive car طبعا لو عندكم اسئلة تبقوا اكتبوا لي في comment سونا احرد عليكم نيجي لتركيبة زيادة بقى اللي هم حكتين زي بعض يبقى as صفة as as صفة as as متعددة لاستخدامات لوحدها كده لكن لما قول as صفة as يبقى انا بقول that زي الاخر احمد is as tall as علي يبقى نفس الطول لو نيجي هحط ناط آية is not as tall as نوها لندن is not as hot as swan طبعا في كلمات اخرى اه في a bit and much and a lot living in Cairo is a lot cheaper than يعني انا جبت cheaper صفة مقارنة بين اتنين cheaper ممكن ازود قبليها a lot اغلى much more يعني more ممكن اقول بزيادة شوية او زود لها much اي كلمة من التلاتة دول يشتغل مكان بعض عادي يبقى انا ممكن اضيف كلمات للمقارنات في ال comparative degree الدرجة التانية a lot cheaper than much more expensive ازود a bit more expensive ازود كلمة اضافية للصفة في الدرجة التانية مقارنة بين اتنين a bit and much and a lot في الدرجة التانية بس comparative مزيد من الصفات هنا مجرد جداول فيها كلمات من غير جمل واضح طبعا old older oldest old كلمة من درجة جزء واحد new newer newest bright يعني منور جامد brighter brightest large ضخ larger largest happy قلناها rotten حاجة معفنة اكل مثلا rotten 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 common commoner common common يعني حاجة عادية او مألوفة بين الناس او اعتيادية stupid احمق stupid stupid useful useful ثلاث مقاطع more useful most useful reckless مهمل more reckless most reckless مجرد مجرد الكلمات ليس جملة ليس تركيبة جملة مجرد الكلمات interesting more interesting most interesting طب انا بدل ما كنا عايز اقول more اكتر والافضل فيهم في كلمة تانية بدل more او عايز اقول اقل less interesting least interesting يبقى لو بزيادة او more لو بنائس او less most اقول بدل least الاقل slowly تقضى ظرف بتصف افعال يبقى more slowly most slowly يبقى الظرف صفات الظرف بتاخد ايه more وموست good قلناها better best bad worse worst far far اخدوا بالكم لها كلمتين far further او farther او furthest او farthest دي ايه الكلمات بتاعتها طب في فرق في المعنى في فرق في الاستخدام دي بتيجي في الجمل الصعبة اللي هو يقول لك اه الاثنين ينفاع بس في اجابة اقوى من التانية فامتحانات المتخدمة جدا لا ما فيش بقى الفكرة دي يقول لك هي واحدة الثانية غلط يعني هي حسب درجة صعوبة الامتحان وحسب منهج منهج قوته الانجليز الانجليز يعني في الانجليز بتاعنا هنقول فيه فرق بينه في الاستخدام في واحدة اصحم الثانية لكن لما تروح تمتحن مثلا امتحان امريكان الاس اي تي لا في واحدة غلط واحدة صحف في اختلاف العطاء هل في مزيد هتقوله هل في مزيد من الكلمات يجب ان تشغل امتداد من اي تأكيد او تشغل اي تأكيد اي حاجة بدلها يعني اي شرح زيادة مزيد من الشرح خدوا بالكم في امتحان سانوية عامة الجديد في فكرة في ايجابتين صح واحدة افضل من التانية ودي طبعا موجودة في الساد جامد في كل جملة لامتحان الساد مفيش جملة مفيش الافكار مركبة كمان يعني مش صعوبة واحدة لأ صعوبات متركبة لكن دي من الافكار الامتحانات الاصعب شوية لانهم رفعوا مستوى المنهج شوية بما يلائم انجليزي مخاب الجامعة اول اجزرسايز هنعمله ده جدول جايب لك فيه ست انواع عربيات فيه تويوتا مرسيدس فراري كادلك فولكس واجايب لك الاسعار سبيد السرعة الراحة يعني قدي مريحة فانا كاتب لك الاسعار والسرعة والكومفر الراحة تعتمد عليها دي ايه فات بقولك بور والباية اكسلنت كده يعني فانا اعمل جمل يعني دي اكتيفتي كده مثلا الجملة فات طب عايز اقارن انت حر بقى تقارن فات باي حاجة انت عايزة مثلا بص الجدول فات عايز نجيبين يعني السعر غال لازم طبعا تعندك برايس دي برايس دا اسم لكن درس دا بتاع صفات يبا لازم تحول الاسم تجيب له الصفة اللي تدي المعنى او تغير الصفة يبقى فات is the least expensive car ارخص واحدة the least expensive فراري is the most expensive car حسب الجدول the most expensive cadillac example three يعني هنا عمل 3 مقارنات يعني حرة نائل العربية لانت عايز cadillac is not as expensive as ferrari cadillac is more expensive than toyota cadillac is the most comfortable car اكتر واحدة مريح يبقى comfortable comfort في الجدول حول comfortable صفة price عملنا تكلفة expensive okay وبرضو لفعي تعليق ابعتولي comments volkswagen is as expensive as toyota نفس السعر volkswagen is less comfortable than cadillac volkswagen is more expensive than fayette number five toyota is not as expensive as mercedes toyota is not as comfortable as cadillac يبقى cadillac اكتر examples طبعا ممكن ترجعوها مع الجدول براحتكم وتعملوا pause وتشفوها مستشعي الوقت بتاع الدرس طبعا نعمل complete فراري 320 kilomotors per hour يبقى لو حكمل حول فراري is the fastest car cadillac is less expensive than ferari ارخص fayette is the least reliable car الاعتمادية mercedes is as reliable as toyota نفس درجة الاعتماد cadillac is the most comfortable car هنا احنا بنملك جدول يعني انت ممكن برضو تراجع الجمل دي عشان احنا بنراجع تركيبات الصفات في درجات المقارنة اوكي مزيد من الكلمات long longer than او less long than اخدوا بالك وعايز اقول l اشيل er او less وlong الصفة الاساسية ما حد er جمع الامتحانات less long than او the longest او the least long شايف least حطناها اشيل er من long hot hotter than less hot than لو لتلك less hotter than غلط the hottest طبعا تبقى the least hot happy happier than less happy than not as happy as the happiest the least happy ما اقول happiest the least happy ما انفعش the least happiest غلط ده جدول مهم tolerant عنده قدرة عالتحمل more طبعا tolerant ثلاث مقاطع لفظية يبقى more most more tolerant than مقاردة بين اثنين less tolerant than طبعا برضو مقاردة بين اثنين the most tolerant or the least tolerant good قلناها bad worse worse bad worse than less bad than شايفين استخدم الأصل less bad الأصل positive or the worst far further farther يجي للمقاردة حسب الجملة less far than الأصلية far positive not as far as مقاردة بين اثنين هما الاثنين زي بعض the furthest or the farthest وشارحتها من شوية قبل كده very important محلولة محلولة جهزة دي تركيبات الجمل التركيبات دي بتيجي لما يقول لك جب لك جمل يقول لك اختار الغلط او اختار الصح جملة كلها من فيهم الغلط دي تركيبات مهمة جدا وهو درس دف الاسك بيخش تحت درس اسمه parallel structure it is becoming harder and harder to make ends meet make ends meet يعني تخلي الميزانية تكفي شهر كده تكفي مصاريفك becoming harder and harder هزول اغلى واغلى وتشتغل مع comparative degree المقارنة اللي بين اثنين وعيد نفس درجة المقارنة ماينفحش اقول hard and harder ماينفحش فحش اقول hardest and harder ولا hardest and hard لا هم comparative plus comparative comparative and comparative you are becoming harder and harder better and better طب لازم نفسك كلمة لا مش لازم these days more and more people are learning english more and more the more expensive the better شايفين comparative plus comparative لكن لازم الكلمة تتعاد لا مش لازم the more expensive the hotel the better the service طبعا the more expensive the hotel الصفة بتيجي قبل الاسم لازم تكملة تشتعل بنفس الشكل the better the service ودي من الحاجات المهمة جدا للمتحانات بالاخص الموديل الجديد من الامتحانات وافكاره يبقى انا حطيركم كده الحاجات المهمة في مربع عشان تعرفوا التركيبة بتاحها التركيبة ايا ايه طبعا لا احد في الناس يتعاد بفتبول أفضل من علي ولا لا احد في الناس يتعاد بفتبول أفضل من علي سأكلم لكم بمستوانة في سنوية عامة من فيهم الاصح وعايز قول في الانتحانات الاجمد في وحدة صح وحدة غلط امتحاناتنا في وحدة صح من الثانية شوفوا بقى الفكرة الاولى غلط او مش صح يعني تمام صح شوية لا احد في الناس يتعاد بفتبول من علي ايه الفكرة اللي يخليها مصح في الامتحانات الجامدة انت لما تعمل مقارنة لازم تقارن من نفس النوع يعني ايه الفكرة تب تقارن ذن علي كما فعل علي يبقى فعلة مع فعلة فعل مع فعل يبقى دي الاصح اوكي في امتحانة يبقى عندك فعل هتقول better than تجيب فعل لو هو فعل مش مساعد هتجيب له verb to do متصدر في نفس الزمن يبقى الاولى امتحانة بتقارن play بعلي دي فكرة غلط امتحانات الجامدة دي فكرة غلط تماما امتحانات الانجليز العلي شوية هيقولك تمشي بس التانية اقوى I want to live in charm more than you ولا more than you have ولا more than you do نفس الفكر I want to live more than to live فعل يبقى اصح واحدة هجيب فعل طبعا هفدي غلط خالص هفدي ملكية يبقى انا اصح more than you ولا more than you do قلنا لازم يكون فيه parallel الفكرة parallel مع بعض متوازعة يعني هي هي متكررة يبقى to live مع do مش you يبقى اصح شايفين بقولكو ايه في اتنين صح واحدة اصح من التانية more than you do I want to live in charm more than you do يعني to live اكتر منك الرغبة عندي اقوى منك more than you do want more than you do a want فهمنا مثل 3 I have completed more assignments واجبات يعني than they ولا I have completed more assignments than they have نفس الفكرة انا واحدة الاصح I have completed more than they have طبعا ما قولش have completed ما كملش الفعل اقول الاولى اقل صح لانها I have completed انا اتكلم على ان انا خلصت حاجة اكتر من ما هم خلصوا هو الانجليش كده العربي لما اقول اكتر منهم ده العربي صح لكن بالانجليش انا خلصت اكتر ما هم خلصوا ده صح بالانجليش فهمنا الفرق يبقول انا خلصت ما هم انا خلصت اكتر منهم بالانجليش دي مش مزبوطة بالانجليش بقول انا خلصت اكتر ما هم خلصوا خلصت تفهمت 4 ماريا can sing better than him ماريا can sing better than he can طبعا التانية هي الصح او الاصح يبقى ماريا can sing better than him دي مش يعني مش مزبوطة 100 يعني ممكن تمشي لو اكلمت بيها كده بتاع عادي كده مش 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 مستوى انجليش مقبل الجامعة بتاع انحنا هنا في مصر لكن مستوى متقدم مش لا غلط ماريا can sing better than him بتقارن sing به بتقارن الغناء به لكن انجليش بقارن الغناء can sing better than he can sing لازم كده مع كده يبقى نفس الفكرة ماريا can sing better than he can كان فعل مساعد تعيد نفس الفعل المساعد في نفس الزمن جيم جيم tom جيم is as old as tom more old as تركيبة غلط oldest دي عايزة ثلاثة وانت زايد more old than مفيش old ما تخدش more لان نطقها من جزء نطق واحد old حتى واحد في النطق تخدش more my house is yours is as big as yours يبقى ليه التانين غلط as bigger as مفيش هي as تشتغلش مع er ولا est تشتغلش مع comparative ولا superlative تشتغل مع كلمة الأصلية الصفة الأصلية يبقى دي غلط more bigger بدي خدوا بالك وغلطة شائعة جدا 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 لما تقول bigger ما تقول more دا استحالة غلط تماما 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 وناس كثيرة جدا بتغلط فيها وفكرة وفكرة بدي كتير جدا في الامتحانات more bigger غلط لان big بتاخد bigger ما تخدش more as big as مزبوطة biggest than est ما تخدش than my car is expensive than yours أنا عندي than خلاص حط لي علامة يبا more expensive than noah is as Nora noah is as صفة as as tall as Nora شرح كلمت التانية متعاد مش عيد بقى علي is than احمد علي is smarter as than احمد بقرب بين اتنين يبا انا عايز smarter وعندي than احدد لك وعايز طبعا بيدي غلط تماما more smart من smart smart من لفظين تاخد more smarter we like Alex Cairo we like Alex more than Cairo مقارنة من Alex و Cairo شارم is expensive city in Egypt is the most expensive city in Egypt هي اغلى مدينة في مصر كلها اغلى من كل المدن التانية اغلى طبعا مدام هي يعني expensive من ثلاث مقاطع واكتر من اتنين المقارنة يبا the most expensive cairou tower is the building in Cairo حتطلك the وهو اعلى مبنى في كل المباني يبقى the highest building in Cairo في حاجة عايز اقولها الفرق بين higher and taller high and tall طول طول من الارض الفوق للناس الطويلة طول عادي لكن لو أبرغ و نطحت سحاب أقول high حاجة طير في السماء فوق تب high number ten jane is tall than mary in fact jane is the shortest student in class ybah jane is less tall than mary jane is less tall than mary in fact فوق الأمر jane is the shortest student in class يبقى عايز هنا john ومary اثنين يبقى less وطول هنا ما بتتصرفش سيفة بتفضل زي ما هي في positive degree يعني تبقى على عصلها بدان في less يبقى طول تبقى غير er ولا اي حاجة تانية وفي than يبقى انت عايز درجة تانية اوكي jane ومary اثنين يبقى least ما تنفعش وهي أثر يبقى مور ما تنفعش بالكس is less far مرة تانية less تاخد far في اصلاح صفة في اصلاح less far to kairu than وعندي than يبقى مقارنة بين اثنين تبقى لس مقارنة اثنين تبقى اثنين اثنين يكون شرح الجمل تفاهم وهي ترس مرة واثنين وده امال دروس تركيبتها مهمة جدا جدا لكم حتى لو مجال او نقي الاجابة صح انتو بتكتبو في ال paragraph او في ال استخدموا الدرس مضبوط لان اخطاؤه محسوبا انها خطأ متشافة يعني جود لك خالد زاكي واتمنى انتو تتوافق اربعنا وفاقكو ودائما نحط في مقه كلمة yes I can عشان تبقى مخك شغال باسطوب ايجابي فهي يبقى مستوعب يستوعب اجمد واجمد وياريت تعملوا سبسكريبشن وتبعتولي الكومنت بتاعتكو شكرا خالد زاكي